تتجه مدينة شرم الشيخ نحو التحول إلى مدينة خضراء استعداداً لاستضافة مؤتمر المناخ الدولي كوب 27 في نوفمبر المقبل ومن أهم هذه الاستعدادات توفير وسائل نقل متنوعة صديقة للبيئة خضراء صديقة للبيئة هدف تسعى له مدينة شرم الشيخ ضمن استعداداتها لاستقبال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بالتغيرات المناخية ومن أهم هذه الاستعدادات توفير وسائل نقل متنوعة صديقة للبيئة موجود معنا 260 أوتوبيس في 120 غاز وفي 140 كاربة فإن شاء الله حددنا جميع المسارات الموجودة داخل مدينة شرم الشيخ حسب التنسيق المسبق مبينة الوزراء بالكامل الحافلات مجهزة بالكامل بشاشات عرض للمحطات التي تمر بها بالإضافة لوسائل مساعدة من توفير للإنترنت ووصلات لشحن التليفونات المحمولة مزودة بكاميرات لمراقبة جودة الخدمة فضلا عن توفير آليات للتسهيل على دو الهمم وكبار السن ومصطحب الأطفال للركوب الحافلة مجانا أثناء فترة عقاد مؤتمر المناخ الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي وشحن الكهرباء تتكون من صناعة مصرية بنسبة تصل إلى 60% وتم تجهيز محطات خاصة لشحن الكهرباء للسيارات والحافلات تعد الأكبر في الشرق الأوسط لشحن 140 حافلة في نفس الوقت وتتسع الحافلات التي يصل عددها لمائتين وستين حافلة لثمانية وأربعين شخصا للكهرباء وتسعة وأربعين شخصا للتي تعمل بالغاز الطبيعي لن تتوقف هذه الحافلات عن المرور بمدينة السلام بل ستصبح جزءا رئيسا من مدينة شرم الشيخ لخدمة المواطنين ضمن خطة التنمية المستدامة للتحول للنقل الأخضر كريم بيبرس التلفزيون المصري